نعم ما زالت الدبابات الإسرائيلية تحاول التقدم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ عدة أيام حتى هذه اللحظة ولكن الدبابات ما زالت تراوح في نفس المكان الذي تحاول التقدم منه باتجاه منطقة قلب مدينة رفح ولكن هذه المرة أضيف مخيم لبنى للضربات الإسرائيلية المتواصلة على منطقة رفح هذه المناطق وهذه الأحياء سواء كان مخيم لبنى حي البرازيل حي السلام حي جنينة كل هذه المخيمات جميعها محيطة في قلب مخيم رفح وتحديدا في مخيم العودة تحاول الدبابات تناور تتقدم تقصف بشكل عشوائي بالمدفعية الإسرائيلية منذ عدة أيام حتى هذه اللحظة ولكن يبدو أن هناك قرار إسرائيلي بعدم الدخول في المرحلة الثانية وهي التقدم باتجاه قلب مدينة رفح ولكن عسكريا نشاهد هناك إجبار كل السكان على الإخلاء باتجاه منطقة مواصل خنيونس خاصة وأن طارات الكوات الكابتن الإسرائيلية باتت تشارك في كل العمليات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة من خلال استهداف وملاحقة السكان وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر وإجبارهم على النزوح باتجاه منطقة مواصل خنيونس أما الضربات الأقوى منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة هي مرقزة باتجاه منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة نتحدث هنا على قصف مدفع عنيفة اليوم طال منطقة الفخورة هذه المنطقة الغربية من مخيم جباليا قصف عشوائي عنيف بالإضافة لاستهداف منزل فجر هذا اليوم وسقوط خمس ضحايا وعدد كبير من الإصابات بالإضافة لاستهداف منطقة الفلوجة هذه المنطقة وسط مخيم جباليا وهناك مقبرة كبيرة كل هذه المنطقة وهذه المقبرة والأحياء والمنازل تتعرض لقصف مدفع عشوائي عنيف جدا نتحدث عن تدمير أعداد كبيرة من المنازل قبل قليل الجيش الإسرائيلي عن العثور على ثلاث جثامين لإسرائيليين في هذه المنطقة منطقة مخيم جباليا هذا بالتزامن مع قصف مدفع عنيف يتواصل حتى هذه اللحظة على منطقة جباليا في ظل إخلاء كل السكان في هذه المنطقة لمنازلهم والخروج باتجاه منطقة غرب مدينة غزة كما أن الجيش أجبر مستشفى كمال عدوان على الخروج عن الخدمة خاصة أن نتحدث عن حصار لعدة أيام لهذا المستشفى وإجبار طواقم الطبية والمرضى على الخروج ومن ثم قصف طوابق العلوية داخل هذا المستشفى والآن هذا المستشفى خرج على الخدمة وبالتالي لا يوجد أي مؤسسة طبية في شمال قطع غزة تقدم أي خدمة على جيل أي مريض في منطقة شمال قطع غزة